أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم في قدمة دروس درسنا لهذا اليوم للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني مادة الكيميا موضوع الدرس لهذا اليوم تدريبات عد الجسيمات والتحويل بين المولات والجسيمات وتحويل الجسيمات وسيقدمه محدثكم الأستاذ عرضوان فأهلا وسهلا ومرحبا بكم سنتعلم اليوم بإذن الله تعالى أولا تفسر كيف يستخدم المول بشكل غير مباشر لعد جسيمات المادة ثانيا تربط المول بوحدة عد يومية شائعة ثالثا تحول المولات إلى جسيمات رابعا تحول الجسيمات إلى مولات لنبدأ على بركة من الله التدريب الأول وحدة قياس عالمية تستخدم لقياس كمية المادة هل هي النيوتين أم هي الجول أم هي المول أم هي الكيلو ما هي الإجابة الصحيحة؟ الإجابة هي المول إذن المول هي عبارة عن وحدة قياس عالمية تستخدم لقياس كمية المادة السؤال التالي التدريب الثاني عدد ذرات السوديوم في نصف مول منه يساوي الفقرة الأولى 3.01 ضرب 10 و 23 أم الفقرة الثانية التي هي عبارة عن 6.02 ضرب 10 و 23 أم الفقرة الثالثة التي هي عبارة عن 3.01 ضرب 10 و 23 ما هي الإجابة الصحيحة؟ الإجابة هي الفقرة الأولى التي هي عبارة عن 3.01 ضرب 10 و 23 وكيف تم إيجادها؟ تم إيجادها من خلال القانون التالي إذن نستخدم المثلث التالي ليسهل علينا عملية حفظ القوانين في الأعلى نضع إنكبت الذي هو عبارة عن عدد الجسيمات وأسفل عال يمين نضع إن سمون الذي هو عبارة عن عدد المولات وعلى اليسار نضع نَي الذي هو عبارة عن عدد أفوجادر إذن المطلوب الآن هو إيجاد عدد الضرات المطلوب إيجاد عدد الضرات إذن كان عدد الضرات غير موجود لأنه هو المادة المطلوبة إذن يكون بهذا الشكل يتبقى لدينا في المثلة الظاهر عدد المولات و عدد أفوجادر والعلاقة بينهما ضرب إذن القانون الذي من خلاله نستطيع إيجاد عدد الضرات هو كالتالي عدد الضرات يساوي عدد المولات ضرب عدد أفو جادر نعوذ الآن عن عدد المولات بالقيمة المعطة في السؤال إذن عدد المولات يساوي نصف مول ضرب عدد أفو جادر القيمة المعلومة ومقداره 6.02 ضرب 10 أس 23 ليكون لدينا عدد الضرات يساوي 3.01 ضرب 10 أس 23 ذرة الوحدة هي ذرة لأن المطلوب هو إيجاد عدد الضرات إذن الإجابة هي الفقرة الأولى السؤال التالي التدريب الثالث كمية المادة التي تحتوي على عدد أفو جادر من الضرات أو الجزيئات أو الآيونات هل هي الفقرة الأولى التي هي عبارة عن كتلة الجزيئية أم الفقرة الثانية التي هي عبارة عن عدد الضرر أم الفقرة الثالثة التي هي عبارة عن المول أم الفقرة الرابعة التي هي عبارة عن الكتلة الضررية ما هي الإجابة الصحيحة؟ الإجابة هي الفقرة الثالثة التي هي عبارة عن المول إذن المول هو عبارة عن كمية المادة التي تحتوي على عدد أفوجادرو من الظرات أو الجزيئات أو الآيونات السؤال التالي التدريب الرابع عدد الجسيمات الموجودة في مول واحد هل هذا التعريف للكتلة الجزيئية أم لعدد أفوجادرو أم للمول؟ ما هي الإجابة الصحيحة؟ الإجابة هي عدد أفوجادرو إذن عدد أفوجادرو هو عبارة عن عدد الجسيمات الموجودة في مول واحد من المادة السؤال التالي التدريب الخامس المول عبارة عن عدد الظرات فراغ الموجودة في 12 جرام هل الإجابة الفقرة الأولى التي هي عبارة عن الهيدروجين؟ أم الفقرة الثانية التي هي عبارة عن عدد أفوجادرو؟ أم الفقرة الثالثة التي هي عبارة عن الكربون؟ ما هي الإجابة الصحيحة؟ الإجابة هي الفقرة الثالثة التي هي عبارة عن الكربون؟ إذن المول عبارة عن الظرات الكربون الموجودة في 12 جرام من الكربون السؤال التالي التدريب السادس واحد مول من الفضة يساوي فراغ هل الفقرة الأولى التي هي عبارة عن واحد ضرّة؟ أم الفقرة الثانية التي هي عبارة عن 6.02 ضرب 10.23 ضرّة؟ أم الفقرة الثالثة التي هي عبارة عن 6.02 ضرب 10.20 ضرّة؟ ما هي الإجابة الصحيحة؟ الإجابة هي الفقرة الثانية التي هي عبارة عن 6.02 ضرب 10.23 إذن المول الواحد من أي مادة نقية يحتوي على عدد أفوجادره وعدد أفوجادره عبارة عن 6.02 ضرب 10.23 من الجسيمات إذن واحد مول من الفضة يساوي عدد أفوجادره من الظرّات أو من الجسيمات إذن الإجابة هي الفقرة الثانية الإجابة هي الفقرة الثانية السؤال التالي التدريب السابع عدد مولات الموجودة في 2.5 ضرب 10.24 ضرّة من الحديد هو الفقرة الأولى التي هي عبارة عن 2.5 ضرب 10.24 أم الفقرة الثانية التي هي عبارة عن 6.02 ضرب 10.23 أم الفقرة الأخيرة التي هي عبارة عن 4.15 ما هي الإجابة الصحيحة؟ إذن لإيجاد عدد المولات نستخدم العلاقة التالية إذن نستخدم المثلث التالي الذي يسهل علينا عملية حفظ القوانين في الأعلى في الأعلى نضع إن كابيتل وإن كابيتل هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عدد الجسيمات ونضع في أسفل المثلث على اليمين إن سمول الذي هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عدد المولات وفي أسفل المثلث على اليسار نضع إن إيه الذي هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عدد الفجاد إذن نلاحظ أن عدد الجسيمات يساوي ماذا؟ يساوي عدد الأيونات ويساوي أيضا عدد الجزيئات ويساوي أيضا عدد الذرات ويساوي أيضا وحدات الصير إذن جميعها يطلق عليها عدد الجسيمات أو نعوض عنها عدد الجسيمات ليسهل علينا عملية حفظ القوانين المطلوبة الآن هو إيجاد عدد المولات مطلوب إيجاد عدد المولات إذن كأن عدد المولات غير موجود لأنه المادة المطلوبة يتبقى لدينا ظاهر في المثلث ماذا؟ يتبقى لدينا عدد الجسيمات ويتبقى لدينا عدد أفجاد نلاحظ العلاقة بينهما هي عبارة عن قسمة إذن القانون المستخدم لإيجاد عدد المولات هو كالتالي عدد المولات يساوي عدد اليسيمات على ماذا؟ عدد اليسيمات على عدد أفوجاته إذن الآن نعوذ بالمعطيات في السؤال عدد اليسيمات مقداره 2.5 ضرب 10 24 وعدد أفوجاته القيمة معلومة 6.0 2 ضرب 10 23 ليكون لدينا الناتج هو عبارة عن 4.15 والوحدة ماذا؟ الوحدة هي عبارة عن مول لماذا؟ لأن المطلوب هو إيجاد عدد المولات لذلك كانت الوحدة مول إذن الإجابة الصحيحة هو الفقرة الثالثة أو الخيارة الثالث 4.15 مول السؤال التالي التدريب الثامن عدد الضرات الموجودة في 2 مول من الألمنيوم هو الفقرة الأولى التي هي عبارة عن 1.204 ضرب 10 أس 24 ضر أم الفقرة الثانية التي هي عبارة عن 6.02 ضرب 10 أس 23 ضر أم الفقرة الثالثة التي هي عبارة عن 2 فاصلة 408 ضرب 10 أس 24 ضر ما هي الإجابة الصحيحة؟ إذن لإيجاد عدد الضرات نستخدم العلاقة التالية إذن نستخدم المثلث التالي الذي يسهل علينا عملية حفظ القوانين إذن في الأعلى نضع عدد الجسيمات ويرمز له بالرمز in capital وفي الأسفل على اليمين نضع عدد مولات ويرمز له بالرمز in small وفي الأسفل على اليسار نضع عدد أفوجادر ويرمز له بالرمز in a إذن هذا المثلث التسهل علينا عملية حفظ القوانين المطلوب ماذا؟ المطلوب هو إيجاد عدد الضررات إذن عدد الجسيمات الذي هنا عدد الجسيمات يساوي ماذا؟ يساوي عدد الضررات أيضا يساوي عدد الجزيئات ويساوي أيضا عدد الآيونات ويساوي أيضا وحدات الصيف جميعها يعبر عنها بعدد الجسيمات in capital يتبقى لدينا هنا عدد المولات in small عدد المولات و in a هو عبارة عن عدد أفوجادر عدد أفوجادر إذن المطلوب هو إيجاد عدد الضررات إذن in capital هو المادة المجهولة أو المادة المطلوب إيجادها المادة المطلوبة يتبقى لدينا في هذا المثلث عدد المولات وعدد أفوجادر والعلاقة بينهما هي ضرر إذن القانون التالي لإيجاد عدد الضررات هو بالشكل التالي عدد الضررات يساوي عدد المولات ضرب عدد أفوجادر إذن عدد المولات الآن نعوض عدد المولات معطى في السؤال مقداره 2 مول ضرب عدد أفوجادر القيمة المعلومة التي هي عبارة عن 6 فاصل صفر إثنان ضرب عشر أس ثلاثة وعشرون ليكون لدينا الناتج 1.24 ضرب عشر أس أربعة وعشرون والوحدة هي عبارة عن ضرر لماذا؟ لأن المطلوب هو إيجاد عدد الضرات إذن الإجابة هي الفقرة الأولى الإجابة هي الفقرة الأولى إذن الناتج هو عبارة عن 1.24 ضرب عشر أس أربعة وعشرون ضرب السؤال التالي التدريب التاسع أي الكميات التالية يحتوي على عدد أكبر من ضررات الأكسجين هل الفقرة الأولى التي هي عبارة عن 1 مول من H2O مركب الماء أم الفقرة الثانية التي هي عبارة عن 3 مول من CO2 الذي هو عبارة عن 2 موسيد الكربون أم الفقرة الثالثة التي هي عبارة عن 4 مول من مركب H2SO4 الذي هو عبارة عن حمض الكبريتي ما هي الإجابة الصحيحة؟ الإجابة هي الفقرة الثالثة التي هي عبارة عن 4 مول من H2SO4 لماذا؟ لأننا نلاحظ أن عدد ضررات الأكسجين في هذا المركب هي عبارة عن 4 ضررات وهي أكبر من عدد ضررات الأكسجين في المركبين السابقين إذن الإجابة هي الفقرة الثالثة الفقرة الثالثة السؤال التالي التدريب العاشر عدد يزيئات نصف من CO2 يساوي عدد أفو جادرو أم يساوي اثنان من عدد أفو جادرو أم يساوي نصف عدد أفو جادرو ما هي الإجابة الصحيحة؟ الإجابة هي نصف عدد أفو جادرو نصف عدد أفو جادرو لماذا؟ لأن المول الواحد من المادة النقية يحتوي على عدد أفو جادرو من الجسيمات يحتوي على عدد أفو جادرو من الجسيمات إذن إذا كان لدينا نصف عدد الجسيئات فإن ذلك يعني أن عدد أفو جادرو نصف القيمة يكون له نصف القيمة إذن هو عبارة عدد الجسيمات في مول واحد من المادة وإذا كان لدينا عدد الجسيئات نصف فإن عدد أفو جادرو سوف يكون نصف القيمة إذن الإجابة هي الفقرة الثالثة نصف عدد أفو جادرو نصف عدد أفو جادرو سؤال التالي التدريب الهادي 10 عدد مولات 3.75 ضرب 10.24 جزيء من ثاني أكسيد الكربون CO2 هل الإجابة الفقرة الأولى التي هي عبارة عن 6.23 أتومس أو ظرة أم الفقرة الثانية التي هي عبارة عن 6.23 جرام أم الفقرة الثالثة التي هي عبارة عن 6.23 مول ما هي الإجابة الصحيحة؟ إذن لإيجاد المطلوب نستخدم العلاقة التالية إذن نستخدم المثلث التالي لإيجاد القانون المطلوب إذن المثلث فإددت هذا المثلث أنه يسهل علينا عملية حفظ القوانين في الأعلى نضع إن كابيتل التي هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عدد الجسيمات وعدد الجسيمات تشمل كل من عدد الأيونات وعدد الجسيئات أيضا وتشمل على عدد عدد الذرات أيضا ووحدات الصيار إذن جميعها يعبر عنها بعدد الجسيمات وأسفل المثلث على اليمين نضع عدد المولات يرمز له بالرمز إن سمول عدد المولات وأسفل المثلث على اليسار نضع إن إي الذي هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عدد قفو جادو الذي هو عبارة عن قيمة معلومة ومقداره 6.0.2 ضرب 10.23 إذن كما نلاحظ هذا المثلث الذي هنا يسهل علينا عملية حفظ القوانين المطلوب الآن في هذا السؤال هو إيجاد عدد المولات إذن عدد المولات هي عبارة عن إن سمول إذن كان عدد المولات غير موجودة لأنه هي المادة المطلوبة يتبقى الذين ظاهر في المثلث ماذا؟ يتبقى الذين عدد الجسيمات الذي هو عبارة عن إن كابيتل ويتبقى الذين أيضا إن إي الذي هو عبارة عن عدد أفو جادو نلاحظ أن العلاقة بينهما هي عبارة عن ماذا؟ علاقة قسمة إذن القانون الذي من خلاله نستطيع أن نوجد عدد المولات هو كالتالي عدد المولات يساوي عدد اليسيمات على عدد أفوجاته إذن الآن نعوض المعطيات في السؤال عدد اليسيئات هي عبارة عن 3.75 و 14 أس 24 على عدد أفوجاته الذي هو عبارة عن 6.02 ضرب 10 أس 23 ليكون لدينا الناتج هو عبارة عن 6.23 والوحدة هي ماذا؟ هل هي أتومس ضررات أم جرام أم مول نلاحظ أن المطلوب هو عبارة عن عدد مولات إذن الوحدة سوف تكون مول الوحدة مول لأن المطلوب هو إيجاد عدد المولات إذن الإجابة الصحيحة هي الفقرة الثالثة الفقرة الثالثة 6.23 مول سؤال التالي التدريب الثاني عشر عدد وحدات الصيغ لمركب هو عبارة عن A.G.N.O.3 نترات الفضة في 3.25 مول من نترات الفضة هل الإجابة الفقرة الأولى التي هي عبارة عن 1.204 ضرب 10 أس 24 أم الفقرة الثانية التي هي عبارة عن 6.02 ضرب 10 أس 23 أم الفقرة الثالثة التي هي عبارة عن 1.95 ضرب 10 أس 24 ما هي الإجابة الصحيحة؟ إذن لإيجاد المطلوب نستخدم العلاقة التالية إذن نستخدم أولاً المثلث التالي الذي يسهل علينا عملية حفظ القوانين إذن في الأعلى نضع IN CAPITAL الذي هو عبارة عن عدد اليسيمات وفي الأسفل على اليمين نضع عدد المولات وفي الأسفل على اليسار نضع عدد أفوجات إذن نلاحظ أن عدد اليسيمات تشمل كل من عدد الأيونات وعدد الجزيئات وعدد الضررات وعدد وحدات الصياغ أيضاً وفي الأسفل لدينا عدد المولات على اليمين وعلى اليسار لدينا عدد أفوجات والقيمة المعلومة التي هي عبارة عن 6.02 ضرب 10 أس 23 إذن المطلوب إيجاد وحدات الصياغ الذي هي عبارة عن عدد الجسيمات إذن القانون أو العلاقة التي من خلالها نستطيع إيجاد المطلوب هي كالتالي عدد الجسيمات يساوي عدد المولات ضرب عدد أفوجات إذن نعوذ الآن عن المعطيات في السؤال عدد المولات مقداره 3.25 مول ضرب عدد أفوجات القيمة المعلومة الذي مقداره 6.02 ضرب 10 أس 23 ليكون لدينا الناتج هو عبارة عن 1.95 ضرب 10 أس 24 إذن الإجابة هي الفقرة الثالثة الإجابة هي الفقرة الثالثة 1.95 ضرب 10 أس 24 وصلنا إلى خلاصة الدرس أخذنا في درسنا لهذا اليوم قياس المادة ثم أخذنا المول وهو عبارة عن وحدة نظام آلة من تستخدم لقياس كمية المادة وهو أيضا عبارة عن عدد الضرغات الكربون الموجودة في 12 جرام من الكربون أيضا المول كمية من المادة النقية التي تحتوي على عدد أفوجاترو من الجسيمات بعد ذلك أخذنا عدد أفوجاترو وهو عبارة عن عدد الجسيمات في مول واحد وقيمته 6.02 ضرب 10 أس 23 ويستخدم لعد المكونات المتناهية في الصغر مثل الضرات بعد ذلك أخذنا التحويل المولات إلى جسيمات ثم أخذنا تحويل الجسيمات إلى مولات وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم نتمنى لكم التوفيق والسداد ونراكم في دروس قادمة بإذن الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهدنا لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك